السعودية للطب الوقائي دكتور زياد مساء الخير وأشكرك على تواجذك معي في برنامج MBC في أسبوع مساء الخير وشكرا لكم على الإصطلافة الله يعطيك العافية دكتور زياد الكل يتحدث عن ما هي هذا المرض وما الذي يسببه وما إلى ذلك لدينا العديد من المحاور في هذا الصدد لكن ما الذي توصلتم إليه مع الخبراء الدوليين من منظمة الصحة طبعا زي ما تفضل الأخفاهات في التقرير الصحفي قبل قليل المرض هذا مرض جديد هو من عائلة الكورونا يمكن يشابه مرض السارز في بعض خاصياته مرض السارز زي ما تعلمون أصاب تقريبا 8000 حالة على مستوى 30 دولة وتسبب في 700 وفاة في سنة 2003 الفيروس هذا نمط جديد مختلف عن السارز جينيا ولا تجعله معلومات كافية للتنبؤ كيف سيتصرف هذا الفيروس ولا طريقة انتقاله ولا مصدره ولا مضاعفاته والمملكة العربية السعودية كونها اكتشفت الجزء الكبير من الحالات بدأت الآن تجمع بعض هذه المعلومات من ناحية فتة الحضانة من ناحية الأعراض من ناحية الأشخاص الأكثر عرضة لإصابة وغيرها من المواصفات اللي العالم كله ينتظر مننا الإجابة عليها طيب دكتور زياد يعني ما سبب ارتباطه في منطقة الأحسان شرق السعودية تحديدا طبعا هذا سؤال جيد زي ما تفضلت قبل قليل والتقرير تفضل أن المرض شخص في أكثر من دولة في الأردن قبل السعودية وكذلك في الإمارات وفي قطر وفي فرنسا وفي بريطانيا لكن المملكة العربية السعودية من قبل موسم الحج السابق عندما أعلن عن وجود هذا الفيروس عالميا وضعت إجراءات على مستوى المملكة بحيث أن كل مستشفات المملكة تعلن أو تبلغ عن أي حالة التهاب رأوي في العناية مركزة ويأخذ لها عينة مسحية لهذا الفيروس ولذلك المملكة كانت من أوالي الدول في تشخيص الحالات وتبليغها للمنظمة طبعا ما حصل في المنطقة الشرقية يمكن وضع مختلف قليل لأنه فيه كان حالة أو حالتين دخلت إلى أحد المستشفيات وتم اززياد على الحالات في هذا المستشفى وهناك دراسات مستمرة الآن لمعرفة طريقة نقل هذا الفيروس من شخص إلى آخر هل هي عن طريق الجهاز التنفسي هل هي عن طريق وسيط إذا هو انتقال عن طريق اليدين أو انتقال عن طريق العاملية الصحيين الدراسة ما زالت قائمة وتفاصيلها إن شاء الله ستعلن عند اكتمالها بإذن الله طيب دكتور زياد يعني إذا تكلمنا عن عدد تسجيل الحالات سجلت أكبرها في السعودية السؤال هو لماذا زي ما ذكرت قبل قليل يعني معظم دول العالم حسب معرفتنا لا يفحصون لهذا الفيروس ولا توجد عنده قدرة على الفحص فإذا لم تفحص الفيروس سنتجده لكن المملكة زي ما ذكرت من تقريبا من شهر سبتمبر 2012 وهي تفحص كل عينات المرضى المنظومية في المستشفيات بالتهاب رأوي فهذا هو السبب أن نكتشف الحالات بشكل أكبر من الدول الأخرى لكن تتجمع الحالات في الفترة الأخيرة في منطقة واحدة أو في مستشفى واحد كما ذكرت أن لها علاقة بانتقالها بين المرضى بطريقة أو بأخرى والآن جاري الدراسة فيها طيب جزئية مهمة دكتور زياد وهي أنه إحنا على مشاعر في طبعا موسمي الحج والعمرة والملايين سيتوفدون للمشاعر المقدسة ما هي ترتيباتكم في هذا الصدد؟ طبعا هناك ترتيبات كبيرة تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعات الصحية المختلفة في مملكة كل عام بالنسبة لإجراءات الحج والعمرة كل سنة يتم اجتماع اللجان العلمية الوطنية للأمراض المعدية ومكاعة الأمراض بصفة دورية بعد انتهاء موسم الحج وتستمر اجتماعاتها بصفة دورية بمتابعة ما يجري داخل المملكة وخارجها من انتشار الأمراض ووضع السياسات والستراتيجيات المهمة لمنع انتقال المرض طبعا أنا كما ذكرت أنه وضع الحالات في المملكة محدود يمكن عشان بس تأكيد للإحصائيات على كما ذكرت آخر إحصائياتنا على مستوى العالم هناك أربعين حالة مسجلة عشرين منها توفى رحمه الله على مستوى المملكة ثلاثين حالة من خمسة عشر حالة وفاء وعلى مستوى المنطقة الشرقية واحد عشرين حالة وتسعة وفيات طبعا هذه الأرقام تعتبر صغيرة مقارنة بما رصده مرض السارز ورصده مرض الإنفلونزا إنفلونزا H1N1 كما تعلمون جميعا المملكة العربية السعودية وزارة الصحة بالتعاون مع قطاعات صحية مختلفة وضعت استراتيجية واضحة وقوية خلال موسم حج 2009 عندما كان هناك إنفلونزا H1N1 وكانت هناك آلاف الحالة على مستوى العالم والحمد لله استراتيجية كانت ناجحة والحمد لله موسم الحج طبق بامتياز ولم تكون هناك حالات مسجلة خلال موسم الحج فهناك سيتم إجراءات وقائية متكاملة بالتعاون مع لجنة وطنية وكذلك باستعانة بخبراء من خارج المملكة خلال موسم الحج هذا طيب دكتور زياد ما تلاحظ أنه في كل موسم في نفس هذه الأزمان تقريبا تتكرر معانا مسألة الفيروسات وانتقال بعض المشاكل أو انتشار بعض الأمراض طبعا يمكن ثق تماما أن وزارة الصحة السعودية لا دخل لها بوجود هذه الفيروسات بالتأكيد طبعا نحن معك لكن الوزارة لا حد يدور الشر يا دكتور زياد أخي علي الوزارة تعمل بمهنية وبشفافية تامة وهذا يعني واضح للجميع نضع الإجراءات الوقائية اللازمة بطريقة علمية من غير ما نهول أو نفزع المواطنين أو القادمين لموسم العمر والحج وهناك تعاون كبير مع المنظمات الدولية العالمية إذا هي مضم صحة عالمية أو هيئات دولية أخرى متقدمة في هذا المجال لتكون استراتيجاتنا واضحة ومبنية على أساس علمية دائما طيب دكتور زياد أختم معك أنا في هذه النقطة في أقل من دقيقة وقائيا ما هو المطلوب من المشاهدين والمتابعين لنا أنا أعتقد من المعلومات التي جمعناها حتى الآن ومن مراجعة الحالات التي سجدت في مملكة يعني يبان أن المرض هذا ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الجهاز التنفسي ولكن انتقاله بسيط وغير ما هو زي الإنفلونزا أو ليس بشدة الإنفلونزا ويجب أن يكون الانتقال بين شخصين متقاربين ويكون المدة بينهم طويلة يعني يكون الشخص مقارب للشخص المصاب لمدة طويلة طبعا أيضا الشيء المهم جدا أن أشخاص المصابين هم أشخاص كبار في السن ويكون لهم أمراض مزمنة أخرى تهبط من مناعتهم وتجعلهم أكثر عضا لمضاعفات أنا أشكرك ضيفي من الرياض دكتور زياد ميمش وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي بارك الله في جهودكم طبعا وإن شاء الله نتغلب على هذا الفيروس ونحد من انتشاره ومن حدة الإصابة به شكرا جزيلا لك